نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجاً تدريبياً لتعزيز الهوية الوطنية لمدرسي مادتي المواطنة والتاريخ للمراحل التعليمية الثلاث ابتداء إعداده ثانياً يأتي هذا البرنامج التدريبي لتعريف المدرسين بأهم المبادئ والأفكار الخاصة بالإطارين السياسي والقانوني للنظام السياسي البحريني وتسهيل تقديمهم للطلاب بالشكل الذي يساهم في الإنفاذ الرشيد لمبادئ المشروع الإصلاحي وقيم الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان لم يكن الاهتمام بصقل مهارات المعلم أو المعلمة بمنأن عن تلك الأولويات التي تنهض بتطوير العملية التعليمية ككل إلا أن تعزيز الهوية الوطنية للمعلمين تجسد لها مساحة واسعة في برنامج معهد البحرين للتنمية السياسية الذي أطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف مدرسي مادتي المواطنة والتأريخ بأهم المبادئ والأفكار الخاصة بالإطارين السياسي والقانوني للنظام السياسي البحريني هذا برنامج لحديان برنامج تعزيز الهوية وطنية المدرسين كان لدينا رؤية أننا إذا استطعنا أن ننشئ طفلا أو شابا أو مواهقا تنشئة سليمة تنشئة سياسية سليمة فبذلك نستطيع أن نتجنب مخاطر المستقبل شرح ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتعديلاته وأيضا قانون الجمعيات السياسية والحياة النيابية كل ذلك يتم بتسلسل قانوني مبسط للمدرسين مرتبط بتعزيز الهوية الوطنية وكيفية عكس كل هذه القوانين بشكل مبسط لأبنائنا من الطلبة في وزارة التربية والتعليم البرنامج يحرص في تركيزه على المعلم من منطلق الدور الهام الذي ينهض به في عملية التنشئة الذي يشكل المعلم حجر الأساتف العملية التربوية والتعليمية إلى جانب الأسرة ووسيلة فضلة في نقل المعرفة وغرس القيام والمفاهيم لدى الطلبة هذا البرنامج هو فرصة جيدة للمعلمين من أجل تنمية المهارات عند المعلمين من أجل تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب مادة التربية للمواطنة هي مادة ليست مجرد مادة نظرية إنما هي حياة يعيشها الطالب لذلك عليها أن يعرف حقوقها وواجباتها وكيف يوالي وكيف يدافع عن وطنها ويحب وطنها في النهاية برنامج تعزيز الهوية الوطنية للمدرسين هو أحد الجهود المتواصلة التي يسعى من خلالها المعهد إلى تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة الإيجابية في دفع جهود التنمية والبناء إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين